المحور الرابع مرحلة التخيل كمدرب لا تبدأ عملية التخيل مع الطفل بأن تقول له تخيل الخرزات العلوية وتخيل الخرزات السفلية هذا ضعيف وإنما ابدأ عملية التخيل لدى الطفل باللعب وهناك العديد من التمارين نذكر منها التمارين الأول اطلب من الطفل أغماض عينيه قم بأعطائه أدوات أو أشياء ليلمسها ويحاول معرفة ما هي هذا التمارين نقوم به مع كل طفل في الجلسة لوحده أمام أصدقائه التمارين الثاني اطلب من الطفل أغماض عينيه واطلب منه ذكر بعد ما يوجد في غرفة المعيشة في منزله أو في غرفته أو في مطبخه أيضاً نقوم بهذا التمارين مع كل طفل في الجلسة أمام أصدقائه التمارين الثالث ارسم رسمة على اللوح أو قدم ورقة مرسومة عليها شكل غير مكتمل واجعل الطفل يقوم بإكمال الرسمة وأيضاً ممكن أن نقوم بهذا العمل على اللوح بأن نرسم الرسمة على اللوح ويقوم أحد الأطفال بإتمام هذه الرسم أو أن نقوم بطباعة هذه الأوراق وتقديمها للأطفال خلال الجلسة التمارين الرابع هنا يأتي دور أقسام المعداد في هذا التمارين نطلب من الطفل رسم جزئية من المعداد وهي منزلة الأحاد فقط نبدأ التمارين كالتالي نقوم بإغماد عيني الطفل ونطلب من الطفل أن يرسم المعداد بجزئيته الأولى أي الإطار ثم يقوم بإنزال منزلة الأحاد ثم خط الناتج ثم نطلب منه أن يكتب الرقم المعين ك1 أو 2 أو 3 فيجب على الطفل أن يقوم برسم الدائرة ك1 أو دائرتين ك2 على منزلة الأحاد ويجب عدم إغلاق الإطار لدعه مفتوح من أجل إدراج منزلة العشرات والمنازل الأخرى إن مثل هذه التمارين تفتح أفاق للطفل يبدأ بها بعملية التخيل فالطفل بعد هذه التمارين سوف يعود إلى البيت ليرى ماذا يوجد في غرفة المعيشة أو في غرفة المطبخ لم يذكرها وأيضا عندما يلامس أي شيء سوف يتذكر التمارين وتبدأ مخيلته بالعمل وبالتالي سوف تدعم ملامسته للأشياء وتذكرها اشتركوا في القناة